يكبر الجوع وتصغر الآمال في اليمن وفي رمضان تحديداً هذا الشهر الذي عرفه اليمنيون بخيره وبركته واعتادوا فيه على أعمال الخير وانتشار الجمعيات الخيرية التي تبذل جهوداً مضاعفة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان ما بين موائد الإفطار والسلال الغذائية والمبالغ المادية التي تصل لمئات الآلاف من الأسر في مدن اليمن وأريافها غير أن كل هذا عصفت به ريح الميليشيا التي أتت على كل شيء منذ انقلابها على الدولة فعشرات الجمعيات الخيرية أغلقت أبوابها ونهبت ممتلكاتها من قبل الحوثيين باستثناء مبادرات فردية وجهود شبابية يقوم بها بعض اليمنيين هدفها مساعدة أشد الفئات فقرة فاليمنيون يعيشون في رمضان فصولاً من المعاناة الحقيقية فقد الفقراء ملاذاً آخراً يقيهم وطأة الجوع ومرارة الحاجة نتيجة حضر المؤسسات الخيرية وإغلاقها من قبل سلطة الميليشيا تقف الحسابات السياسية حجر عثرة أمام العمل الإنساني في اليمن مع ارتفاع وطيرة الصراع الدولي والانقسام الذي أثر على نشاط المؤسسات في اليمن رغم النداءات الإنسانية المتكررة التي تطلقها المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي تنذر بكارثة إنسانية في اليمن ورغم خطة الاستجابة الإنسانية المعلن عنها والتي حصدت قرابة مليار ومائة مليون دولار إلا أن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا زالت تشكو عدم تمويل المساعدات الإنسانية لليمن رغم نداءاتها المتكررة لعلاج واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم